اشتركوا في القناة والمقاتل ابن سليمان والواقدي ابن ابي احيار نعم والواقدي الواقدي الواقدي الواياتها ايضا كثير جدا الواقدي لاسمة في السير اكثر السير جات منطرق الواقدي السير لكن قالوا ان الواقدي لا يصل الى مرتبة الكذب هو ضعيف جدا قالوا ان الواقدي يعني متروك هو اتهم بالكذب فهو متروك قالوا لا اظن ان الواقدي يعني وصل الى مرتبة الكذب ما اظن انما قالوا يعني انه متروك لان حديث السير تدور حول رواة اثنين الواقدي وبن جويبر نعجل لذلك كان المام احمد يقول ثلاثة ليس لها اصل يعني ليس لها اسناد ثابت لك رأيش السير والمقازي لانا من طريق اما الواقدي واما ابن جويبر كلاهما ضعيف جدا قال رحمه الله تعالى وهم اصناف فمنهم اولا الزنادقة الذين يريدون افساد عقيدة المسلمين وتشويه الاسلام وتغيير احكامه نعم اول الزنادقة كما قال يعني احد الكذابين لحد خلفاء بن العباس قال وضعت في دينكم ثلاثة الاف حديث قال تعيش لها الجهابذة يعني كان ابن مهدي والامة وابن الحنبل قال تعيش لها الجهابذة منهم ابن مهدي يقول له وكان الدار قطني رحمه الله في زمانه يقول يا اهل بغداد والله لا يجرى احد ان يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وانا بينكم يقول يا اهل بغداد والله لا يجرى احد ان يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وانا بينكم بل كان حتى الذي احاديث ضعيفة ما كان يروي اذا كان دار قطني موجود أذكر أن أبو حفص ابن شاهين له كتب كثيرة كتاب الترغيب كتاب فضائي الأعمال كتاب الناسق والمنسوخ حديث كبير كتاب قيام الليل كتاب يعني له مجموعة كتب أبو حفص ابن شاهين رحمه الله له كتاب الثقات الثقات لابن شاهين لكن يعني كان يتساهل كان يتساهل في الروات وهو من أهل بغداد إذا كان الدرغطني في بغداد كان ما يحدث الناس ابن شاهين فإذا سافر الدرغطني يحدث الناس فقالوا لماذا لا تحدث بحضرة الدرغطني قال أخشى يشد علي حديث يعني يضعف حديثي فما كان يحدث لأنه رحمه الله كان الدرغطني قوي في هذا الباب فكان يقول لي أهل بغداد والله لن تكذبوا على النبع سلم وأنا بينكم نعم قال أولا الزنادق ثم قال مثل محمد بن سعيد المصلوب محمد بن سعيد المصلوب هذا سمي مصلوب لأنه صلب بالزندقة صلب بالزندقة صلبوا بالزند غافة سمي المصلوب وانتقد على الإمام الترمذي لماذا روى له وصحح حديثه هذا من المعايب التي أخلت على الإمام الترمذي رحمه الله أنه روى للمصلوب وصحح حديثه نعم قال الذي قتله أبو جعفر المنصور وضع حديثا عن أنس مرفوعا أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله زاد هذا الزيادة إلا أن يشاء الله نعم قال رحمه الله ومثل عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتله أحد الأمراء العباسيين في البصرة وقال حين قدم للقتل لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث وحرم فيها الحلال وحلل فيها الحرام وقد قيل إن الزناديقة وضع فقال له الأمير قال تعيش لها الجهاب يعني عندها الجهاب ابن مهدي وغيره نعم قال وقد قيل إن الزناديقة وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر ألف حديث ثانيا المتزلفون إلى الخلفاء والأماراء نعم يعني يكذب حتى يعني يتغرب من الحاكم نعم مثل غياث بن إبراهيم دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام فقيل له حدث أمير المؤمنين فساق سنة وضع به حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلما ذهب قال فقال المهدي أنا حملته على ذلك نعم لما ذهب قال المهدي قال والله إن قفاه قف الكذاب لما ذهب قال إن قفاه قف الكذاب فأمر بقتل الحمام نعم قال أنا حملته على ذلك ثم ترك الحمام وأمر بذبحها نعم أمر بقتل الحمام نعم ثالثا المتزلفون إلى العامة بذكر الغرائب ترغيبا أو ترهيبا أو التماسا لمال أو جاه مثل القصاص الذين يتكلمون في المساجد والمجتمعات بما يثير الدهشة من غرائب نعم كالقصاص وأكثر الكذب في حديث قصاصي أكثر الكذب وكان أهل العلم يقولون ما يحمل الحديث من الوعاضين والقصاصين لأنهم ليسوا من أهله كان أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين في مسجد في العراق فقام قصاص فقص للناس قصة كذب قال طبعا حدثني أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين ثم ساق قصة كذب فالتفت أحمد ليحيى هل حد ألتقى ولا ما أعرف فلما انتهى أعطوه الناس يعني كانوا يقصون حتى يأخذون النوة لأموال فنادى أحمد قال من حدثك قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين قال أنا أحمد ويحيى ابن معين قال سبحان الله لا يوجد في الدنيا أحمد ويحيى إلا أنتم وما شوخ لهم يكذبون سبحان الله نعم قال رحمه الله نوقل عن الإمام أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين أنهما صلي في مسجد الرصافة الرصافة في بغداد في العراق فقام قاص يقصه فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين ثم ساق سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا من قاره من ذهب وريشه من مرجان وذكر قصة طويلة فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات أخذ العطيات عن الأموال التي تعطى نعم قال أشار إليه يحيى بيده فأقبل متوهما لنوال النوال عن الأموال نعم فقال له يحيى من حدثك بهذا الحديث قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فقال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القاص لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق فقال القاص لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق ما تحققت هذا إلا هذه الساحة يعني يكذب يكذب لا مفر لما سمع يحيى بن معين حديثا فقال عليه من الكذاب الذي قال هذا قال يا يحيى اتق الله اشنادوا كله مفقات قال من الكذاب الذي قال هذا جاب الراوي الراوي ثقة قال من حدثك قال فلان ذهب إلى فلان ثقة من حدثك قال فلان ثم ذهبوا إلى آخر واحد الذي حدثهم والله شايب الكبير شايبة عرف بالكذب والدجل فكانوا يعرفون ما أن يسمعون الحديث كانوا يعرفون أنه كذب كان يحيى بن معين يكتب الحديث الموضوعة الكذب كان يكتبها فقال لماذا يحمد يا يحيى لماذا تكتب هذه الموضوعات قال يا ذهب عبد الله أكتبها وأحفظها حتى إذا كذب أحد أعرف أنها كذب فكان رحمة الله عني يحفظ الصحيح والموضوع نعم قال فقال القاص لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق ما تحققت هذا إلا هذه الساعة كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما يعني ما في الدنيا إلا أنتم نعم قال لقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين نعم نعم فوضع أحمدكم على وجهه وقال دعه يقوم فقام كالمستهزئ بهما نعم سبحان الله قال وقد ذكرنا هذه القصة بالصيغة التمريض لأن في سندها إبراهيم بن عبد الواحد نعم قال أنها يعني يعني غير ثابتة ذكرها الخطيب لكن قيل أنها غير ثابتة نعم قال عنه الإمام الذاهب لا أدري من هو ذا أتى بحكاية منكرة هذه الحكاية وذكر القصة نعم لكن قد مثل بها جماعة منهم ابن حبان وابن الجوزي والقرطبي في تفسيره والشيخ أحمد محمد شاكر في كتابه الباعث الحثيث في شرح اقتصار علوم الحديث قال وفي القلب من إقرار الإمام أحمد وابن معين القاصة حتى انتهى ما فيه رابعا المتحمسون للدين يضعون حديث في فضائل الإسلام وما يتصل فيه وفي الزهد في الدنيا ونحو ذلك لقبال الناس على الدين وزهدهم في الدنيا مثل أبي عسمة نوح ابن أبي مريم نعم هذا الذي يعني ألف حديث في فضائل القرآن في فضائل القرآن نعم قال مثل أبي عسمة نوح ابن أبي مريم قاضي مرو وضع حديثا في فضائل صور القرآن صورة صورة وقال إني رأيت الناس أعرض عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغاز بن إسحاق يعني فوضع ذلك خامسا المتعصبون لمذهب أو طريقة أو بلد أو متبوع أو قبيلة يضعون أحديث في فضائل ما تعصبوا له نعم يعني كما كانت كان لحنا يلون حديث في ذنب الشافعي رحمه الله قال يخرج في أخذ يخرج في أخذ زمان رجل اسمه محمد ابن دريس يعني شافعي فلا تتبعوه أنه عوين لإبليس يعني كان يعني إنسرون من إمام وأيضا الشافعية أيضا بعضهم كان يعني يقول في ذنب أبي حنيفة فالشاد إن هذا كله من باب التعصب من باب التعصب الذي نهى عنه الشرع وربما بعضهم يعني يعني تعصب لابنه كما جاء رجل جاه ابنه من الكتاب يعني من التحفيظ يبكي قال مامك قال ضربني المعلم فألف قال شراركم معلموكم أو نحن فأسبحان الله نعم قال يضعون حديث في فضائل ما تعصب له والثناء عليه مثل ميسرة بن عبد ربه الذي أقر أنه وضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في فضائل علي بن بطال رضي الله عنه نعم رمي بالتشيع نعم قال رحمه الله الجرح والتعديل نعم الجرح والتعديل أنا انتقى إلى مبحث آخر علم الحديث يقسم العلماء إلى ثاثة أقسام إلى ثاثة أقسام علم الحديث القسم الأول علم العلل علم العلل علم الحديث القسم الثاني علم الرجال علم الرجال والجرح والتعديل والثالث علم المصطلح يعني المصطلح الحديث يقسم ثاثة أقسام فعلم الجرح والتعديل علم المستقل بذاته ذلك لما ظهر لما ظهرت الحديث لما ظهرت الحديث احتاج أهل العلم إلى معرفة الصحيح من الضعيف كيف نعرف الصحيح من الضعيف فاحتاجوا إلى معرفة الجرح والتعديل ذلك يقول علي ابن المديني نصف العلم علم الرجال يقول نصف العلم علم الرجال والنصف الآخر الحلال والحراب يعني الفقه يقول نصف العلم علم الرجال قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها فهو علم مهم من خلاله تعرف الصحيح من الضعيف وعلم الجرح والتعديل دل على جوازه الكتاب والسنة والإجمع قال تعالى فمثله كمثل الكلب هذا دم وقال تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا متح وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام نعم العبد عبد الله ونعم فعل يفيد المتح وقال بيس أخو العشيرة بيس فعل يفيد الذنب وأما الإجماع فقد نقل النووي في الصالحين وبالرجب في شرح العلل الإجماع على جواز الجرح والتعديل الإجماع بل قد يثاب على ذلك إذا أراد النصيحة قال التبريزي في شرح فن المصطلح قال قد يثاب إذا أراد النصيح للمسلمين قال رحمه الله تعالى الجرح هو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول نعم طبعا أسهل تعريف أسهل تعريف حتى يحفظ تقول الجرح وصف Furrawi يختضي رد حديثه هذا أسهل وصف Furrawi يختضي رد حديثه والتعديل وصف Furrawi يختضي قبول حديثه هذا أسهل تعريف وأوضح الجرح وصف Furrawi يختضي رد حديثه والتعديل وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه نعم نعم قال الجرح هو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول مثل أن يقال هو كذاب أو فاسق أو ضعيف أو ليس بثقة أو لا يعتبر أو لا يكتب حديثه وينقسم الجرح إلى قسمينه نعم ينقسم الجرح إلى قسمين جرح شديد وجرح يسير الجرح الشديد يقولهم فلان كذب أو فلان متروك أو منكر الحديث هذا جرح شديد والثاني جرح يسير دقيق ضعيف ليس بشيء فيه مقال نعم قال وينقسم الجرح إلى قسمين مطلق ومقيد نعم قد يكون مطلق ومقيد هذا إذن بشيء الأخرى الجرح المطلق الجرح المطلق أن يكون راوي ضعيف على كل حال ضعيف على كل حال الضعف المطلق يكون راوي ضعيف على كل حال والضعف المقيد أن يكون ضعيف في حالة دون حالة يعني ضعيف أحيانا دون أحيان طيب مثال ذلك النوع الأول ضعيف على كل حال رشدين ابن سعد رشدين ابن سعد هذا أجمع العلماء على ضعفه دائما ضعيف أجمع على ضعفه والنوع الثاني في حالة دون حال إسماعيل بن عياش الشامي من أهل الشام إذا روى عن الشاميين فهو ثقة يقبل حديثه وإذا روى عن غير الشاميين فهو ضعيف فهو ضعيف هذا في حال دون حال قال رحمه الله تعالى فالمطلق أن يذكر الراوي بالجرح بدون تقييد فيكون قادحا فيه بكل حال والمقيد أن يذكر الراوي بالجرح بالنسبة لشيء معين من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك في حال دون حال فيكون قادحا فيه بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره مثاله قول بن جر في التقريب في زيد بن الحباب وقد روى عنه مسلم صدوق يخطئ في حديث الثوري يعني فقط في الثوري ضعيف فقط في الثوري ضعيف ما عند الثوري فأنه ثقة ونفس سماك عن عكرمة سماك عن عبد الرحمن ابن حسين نعم قال فيكون ضعيفا في حديثه عن الثوري دون غيره نعم وقول صاحب الخلاصة في إسماعيل بن عياش واثقه أحمد وابن معين والبخاري في أهل الشام وضعفه في الحجازيين نعم فيكون ضعيفا في حديثه عن الحجازيين دون أهل الشام ومثل ذلك إذا قيل هو ضعيف في أحاديث الصفات مثلا فلا يكون ضعيفا في رواية غيرها نعم كما قيل أيضا في يعني محمد بن سحاق قال هو ثقة في السيرة ضعيف في الحلال والحرام مثل عاصم بن بهدله إمام في القراءات قالوا ضعيف في الحلال والحرام يعني في حال دون حرام قال لكن إذا كان المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك المقيد لم يمنع أن يكون ضعيفا في غيره أيضا قال لكن إذا كان المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك المقيد ماذا نعم لم يمنع أن يكون ضعيفا في غيره أيضا نعم مثلا سماك بن حرب عن عكرمة سماك عن عكرمة إذا جاء سماك عن عكرمة هذه رواية ضعيفة مثل حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس النعرابي قال يا رسول الله حيث معروف لدى الجميع يقول ليس سماك ضعيف إذا روا عن عكرمة قال ليس أنهم فقط عن عكرمة قد يكون ضعيف عن غير عكرمة عن عبد الرحمن ابن حسين السلمي إذا روا سماك عن عبد الرحمن أيضا ضعيف فيقول قد يكون ضعيف ليس روا واحد في كذا رواي في كذا رواي إذا روا عنهم يكون ضعيف قال رحمه الله وللجرح مراتب أعلاها ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل أكذب الناس أو ركن الكذب ثم ما دل على المبالغة مثل كذاب أو وضاع أو دجال وأسهلها بين هذه الأنواع أعلاها أبدا ما يقبل حديثه أبدا ولا يتقوى ولو له ألف طريق قال لما محمد المنكر أبدا منكر قال أبدا المنكر أبدا منكر إيش يعني يعني أنه ما يتقوى أبدا المنكر أبدا منكر وقال ابن حزم الضعيف لا يحتج به ولو له ألف طريق يعني له كان لها ألف إسنات أراد قالوا الضعيف عليه الضعيف الشديد نعم قال وبين ذلك مراتب معلومة لا أسهلها قال وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال نعم هذه أسهلها وهذه يتقوى الحديث بالشواهد والمتابعات يكون حسن لغيره حسن لغيره كما مر معنا في حسن لغيره ضعيف تقوى قال الإمام أحمد بن حنبل الضعيف قد يحتاج إليه أحيانا أحمكم الله الضعيف قد يحتاج إليه أحيانا يعني في الشواهد والمتابعات نعم قال رحمه الله تعالى وبين ذلك مراتب معلومة ويشترط لقبول الجرح شروط خمسة نعم حتى يقبل الجرح ليس يعني من أي حد يقبل الجرح لابد له شروط نعم الشرط الأول أن يكون من عدل فلا يقبل من فاسق نعم يعني لا يتينه شخص كذاب أو شخص يفعل معاصي كبائرها نعم الفاسق هو من فعل الكبائر أو أصر على الصغار ويجرح العلماء هذا ما يقبل نعم قال أن يكون من متيقض فلا يقبل من مغفر ما يكون مغفر مغفر الذي يعني ما يفهم يعني يقبل أحيانا ما يفهم نعم أن يكون من عارف بأسبابه فلا يقبل ممن لا يعرف القوادح نعم أن يكون يعرف معنى قولهم ليس بشيء يعرف معنىها نعم قال أن يبين سبب الجرح فلا يقبل الجرح المبهم مثل أن يقتصر على قوله ضعيف أو يرد حديثه حتى يبين سبب ذلك لأنه قد يجراحه بسبب لا يقتضي الجرح هذا هو المشهور هذا هو إيش المشهور المشهور نعم صدق رحمه الله إلا في حالة واحدة فقط إلا في حالة واحدة إذا كان الراوي لم يوثقه أحد طبعا اشتراط الجرح مفسر إذا كان الراوي مختلف فيه إذا كان الراوي اختلف فيه بعضهم يضعفه والآخرون يوثقه هنا لا يقبل الجرح إلا مفسر لماذا ضعفته لأن هناك من يوثقه لكن إذا كان الراوي ما وثق أحد أبدا وضعف هنا يقبل الجرح حتى ولكن غير مفسر ذكر هذا ابن حجر رحمه الله في النزة نزة النظر قال ويقبل الجرح مجملا إذا من راوي لم يعرف بالتعديد نعم قال رحمه الله واختار ابن حجر رحمه الله قبول الجرح المبهم إلا في من علمت عدالته نعم المبهم إذا يعني غير مفسر إلا إذا كان الراوي مختلف فيه هذا يوثق يضعفه ونقول نعم لا تبين السبب نعم قال فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب نعم إذن يكون الجرح المفسر ليس دائما يخوه ليس دائما الجرح المفسر يطلب الجرح المفسر إذا كان الراوي مختلف فيه بين التعديد والتضعيف نعم قال وهذا هو القول الراجح لا سيما إذا كان الجارح من أئمة هذا الشأن خامسا أن لا يكون واقعا على من تواترت عدالته واشتهرت إمامته نعم هذا إذا انعقد الإجماع على إمامة شخص ثم جاء رجل وضعفه هنا ما يقبل يحيى بن معين ضعف الشافعي الإمام الشافعي ضعفه يحيى بن معين فقال إمامة أحمد قال أنا أعلم به منك أنا أعلم به منك فكان الذهب يقول يقول والله ما ضر الشافعي ذلك شيء ما ضره شيء إنما يحيى ضر نفسه وأحمد بن صالح المصري مجمع على ثقته ضعفه النسائي ما قبله من النسائي ما قبله نعم قال كنافع وشعبه ومالك والبخاري فلا يقبل الجرح في هؤلاء وأمثالهم لا نقول إيش مجمع على أنهم ثقات أجمعوا على أنهم ثقات يأتي شخص يقول البخاري ضعيف هل يقبل؟ قال رحمه الله تعالى التعديل التعديل قلنا ما هو وصف الفراوي يقتضي قبول حديثه نعم قال رحمه الله التعديل أن يذكر الراوي بما يوجب قبول روايته من إثبات صفة قبول أو نفي صفة رد مثل أن يقال هو ثقة أو ثبت أو لا بأس به أو لا يرد حديثه وينقسم التعديل إلى قسمين مطلق ومقيد نعم كذلك التعديل قد يكون مطلق هو على كل حال ثقاء على كل حال وقد يكون مقيد ثقاء إذ روى عن فلان وضعيف إذ روى عن فلان نعم قال فالمطلق أن يذكر الراوي بالتعديل بدون تقييد فيكون توثيقا له بكل حال يعني مطلقا على كل حال كأحمد بن حنبل مثلا نعم قال والمقيد أن يذكر الراوي بالتعديل بالنسبة لشيء معين من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك فيكون توثيقا له بالنسبة لذلك الشيء المعين دون غيره مثل أن يقال هو ثقة في حديث الزهري أو في الحديث عن الحجازيين فلا يكون ثقة في حديثه من غير من وثق فيهم واضح طيب لكن إذا كان المقصود دفع دعوى ضعفه لكن إذا كان المقصود دفع دعوى ضعفه فيهم فلا يمنع إذ أن يكون ثقة في غيرهم أيضا في غيرهم أيضا نعم قال رحمه الله وللتعديل مراتب أعلاها ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل أوثق الناس أو إليه المنتهى في التثبت نعم ثم ما تأكد ما قيل يا أخو قيل أن أعلى مراتب التعديل قولهم أمير المؤمنين بالحديث أمير المؤمنين بالحديث هذه أعلى مراتب التعديل على إطلاق أمير المؤمنين بالحديث هذه أطلقت على بعض الروايث كشعبة كالبخاري أطلقت على بعض الروايث هذه أعلى مراتب التعديل أعلى إطلاق نعم قال ثم ما تأكد بصفة أو صفتين مثل ثقة ثقة أو ثقة ثبت أو نحو ذلك والله طيب وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل الجرح مثالح أو مقارب أو يروى حديثه أو نحو ذلك وبين هذا مراتب معلومة معلومة يعني أرجع عليها إلى الكتب المتوسعة في الرجال قال رحمه الله ويشترط لقبول التعديل شروط أربعة أن يكون من عدل فلا يقبل من فاسق إذن أولا يكون عدل الجرح والتعديل ليس كل أحد يتكلم فيه لابد أن يكون عدل أما شخص مجهول مثلا أو شخص فاسق هذا ما يقبل أو شخص مطعون هو نفس مجروح كما يعني الواقدي لما لا ليس الواقدي الأزدي الأزدي ضعف رجلا فقال ذهبي قال لا يقبل لأنه مجروح فكيف يجرح يعني هو مجروح كيف يجرح نعم قال أن يكون من متيقظ فلا يقبل مغفل يغتر بظاهر الحال طيب يعني يراه أمامه يسل أخص هذا ثقة نعم أن يكون من عارف بأسبابه فلا يقبل ممن لا يعرف صفات القبول والرد نعم أن لا يكون واقعا على من اشتهر بما يوجب رد روايته من كذب أو فسق ظاهر أو غيرهما نعم نعم قال رحمه الله تعارض الجرح والتعديل نعم تعارض الجرح والتعديل طبعا تعارض الجرح والتعديل له حالتان الحال الأولى الحال الأولى أن يقع بين مجموعة من العلماء يختلفون في الراوي بعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه يختلفون كبار الأمة في الراوي نفسه فهنا إذا كان الجرح مفسر يقدم على التعديل إذا كان الجرح مفسر يقدم على التعديل أما إذا كان الجرح غير مفسر يقدم التعديل يقدم التعديل هذه الحالة إذا كان مجموعة من العلماء اختلفوا في راون طيب الحالة الثانية إذا كان إمام واحد له قولان أحيانا تجد أحمد بن حنبل له قولان طارقوا الثقة وطارقوا الضعيف أحيانا يحيى بن معين له قولان طارقوا الثقة وطارقوا الضعيف هذا موجود فيه ارجعوا إلى مثلا تهذيب التهذيب تجدون هذا في الحالة الثانية إذا علم المتقدم من المتأخر أخذ المتأخر من أقواله لعله إن كان ثقة في أول أمر ثم بعدين ضعفه فيوخذ إيش القول الأخير يوخذ آخر الأقوال هذا إيش إذا علم طيب الحالة الثانية إذا ما عرفنا المتقدم من المتأخر ما عرفناهما يوخذ القول الذي قاله أصحابهم الذين معه دائما الملازمين له يوخذ القول الذي قاله أصحابه الملازمين له مثلا يحيى بن معين له أصحاب دائما معه مثل عباس الدوري مثل الدارمي مثل الجنيد أو ابن جنيد هؤلاء دائما معه يحيى بن معين هؤلاء يقدمون يوخذ قولة إذا شخص الذي روى عن يحيى ما نعرفه ناخذ قول هؤلاء لأن هؤلاء هم أصحاب الذين معه دائما هم أدراء بأقوال يحيى الحال الثالثة ما وجدنا لأصحابه قالوا يوخذ قولة الموافق للجمهور إذا كان الجمهور العلماء على التوثيق يقبل قوله في التوثيق وإذا كان جمهور العلماء على التضعيف يقبل قوله في التوثيق هذه ثالثة طرق نعم قال رحمه الله تعالى تعارض الجرح والتعديل أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته وبما يوجب قبولها مثل أن يقول بعض العلماء فيه إنه ثقة ويقول بعض إنه ضعيف قال وللتعارض أحوال الحال الأولى أن يكون مبهمين أي غير مبين فيه ما سبب الجرح أو التعديل فإن قلنا بعدم قبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل لأنه لا معارض له في الواقع وإن قلنا بقوله وإن قلنا بقبوله وهو الراجح وحصل التعارض نعم الصيح أنه يقبل إذا كان الجرح غير مفسر يقبل التعديل لأن التعديل لا يشترط أن يكون مفسر عند العلماء التعديل لا يشترط أن يكون مفسر نعم قال فيأخذ بالأرجح منهما إما في عدالة قائله أو في معرفته بحال الشخص أو بأسباب الجرح والتعديل أو في كثرة العدد نعم الحال الثانية أن يكون مفسرين أي مبينا فيهما سبب الجرح والتعديل التعديل كما قلنا صحيح أنه لا يشترط له التفسير هكذا قال الأمة فقد نص العلماء على أن التعديل لا يشترط أن يكون مفسر أما الجرح الذي يشترط أن يكون مفسر لم يأتي رجل ظاهره سلامة شخص ظاهره سلامة وعرف بالخير وفلان وثقه وفلان وثقه أنت على لماذا ضعفته لماذا ما هو السبب لا يشترط أن تذكر له السبب لماذا قد عنه ضعيف أما إذا كان الشخص ثقة وثق فلان وفلان ما يحتاج أن يقولهم لماذا وثقتم ما يحتاج هذا ما قال العلماء أصلا علماء الحديث ما قالوا هذا قالوا فقط في الجرح فقط ذلك لما ابن الكثير رحم الله في اختصار علوم الحديث قال أما التعديل ما لا يشترط فيه السبب قال لأن أسباب كثيرة لكن العلماء ما لا يشترطون فيه بسبب قال بخلاف الجرح اشترطوا السبب فيه أما التعديل ما يشترط قال رحمه الله تعالى الحال الثانية أن يكون مفسرين أي مبينا فيهما سبب الجرح والتعديل فيوخذ بالجرح هذا قول الجمهور يوخذ بالجرح ذكروا الزرك قول الجمهور إذا كان الجرح مفسر عرضه تعديل يقبل الجرح نعم قال لأن مع قائله زيادة علم نعم زيادة علم هو أدرأ به من غيره نعم إلا أن يقول صاحب التعديل أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال فيوخذ حينئذ بالتعديل لأن مع قائله زيادة علم لا لا أقول الأول الذي قاله هو الصحيح الحمالله أقول الأول الذي قاله هو الصحيح نعم الذي عليه جمهور العلماء من أصحاب الحديث نعم قال رحمه الله الحال الثالث أن يكون التعديل مبهما والجرح مفسرا فيوخذ الجرح لأن مع قائله زيادة علم نعم كان قبل واضح نعم الحال الرابع أن يكون الجرح مبهما والتعديل مفسرا فيوخذ بالتعديل رجحانه نعم هذا أيضا قول الجمهور ذكر الله الخطيب وقيله وزدرك شيء نعم وإلى هنا انتهى نعم وإلى هنا انتهى الجزء الأول نغف عنده هذا الله على فصل الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى شكرا لكي ترجمة نانسي قنقر لكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر